البحوث حول الحماية الاجتماعية هي مهمة جداً لأنها أولاً تمكن من فهم الواقع وتفكيك المشاكل التي تعرضوا له الناس خاصة الفئات الهشة وكما يمكن البحث من إيجاد حلول وخاصة مصادر لتمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة في هذه الأزامات يعتبر التمويل وكيفية رسم هذه السياسات من أكثر المشاكل التي يمكن البحث أن يجد لها الحلول هناك أشياء أنه لا يمكن أن تتعرض مع العملية في الاجتماعية لأنهم لا يتم تقوم بعملية وعندما يتم تقوم بعملية في الاجتماعية الاجتماعية في الاجتماعية وكما في بعض الأشياء المشاكلة مثل عملية أو عملية المشاكلة أجل المشاكلة التي يتم تقوم بعملية المشاكلة في الاجتماعي والاجتماعية وكذلك يجب أن تقوم بعملية وعندما تتعرض على المشاكلة وكذلك تمكن الناس من أنها زادت عيش أنها تعرف أنه ثم مجتمعات عايشة خير منها ببرشة وأنها تجليها تطمح أنها تعيش بنفس الطريقة هذه الفكرة هذه فكرة أساسية ولا بد بالمواصلة عليها والمهم أيضا من هذه الأبحاث هي واللي بتاعدني أنا شخصيا كفاعلة في ملف العدالة الاقتصادية إن أنا أبالد بي أدفاقشي علشان أقدر أبني مرافعتي لحماية الاجتماعية أكثر شمولة وأكثر عدالة أعتقد أن العلمية المتحدة يجب أن تقوم بالمواصلة عليها لأنه يجب أن تموصي الناس لتعرف على المعارضة لأنها تقوم بإمكاني مستقل من التعرف على المساكل الراسة والمعارضة المتحدة لحماية الاجتماعي لا يمكن أن تكون طوال الأساسي ومن ستعرف على الناس لذلك partايا؟ بالطبع المتحدة المجتمع والمساندة والتضامن أكيد هي موجودة في مجتمعاتنا خاصة مجتمعاتنا الشرقية ومجتمعاتنا اللي هي دينية أكثر بغض النظر عن أي دين تأخذ هذا الجانب بنظر الاعتبار موضوع المساعدة للآخر المجتمعات هي مهمة المجتمعات والمجتمعات هي مهمة في الواقع، نحن لدينا مجتمعات مجموعة ونحن نعمل على صفات حوات يجب أن نعملنا وعذي هذا مجتمعات ما تكمعات التأخير تجربون الكريم أنظر بمعات الخاصية وستخدمات الخاصة ومجتمعون نحن قبل أجراء على أن نحن نحن لبربطة التعامل في الصعب التمسيخية تجربون معًا حيث من أن نانتمع موثمامر سلسلط عقل في عملي عملي ومتحرك لفتح المزيد من المترجمات لكي يمكنك التعديل من المترجمات لكي ترجمة نانسي قنقر